خفقان القلب أو الشعور بضربات القلب هو أحد الشكاوى التي تصادف الأطباء ويمكن نحن نتعرض لها كثير في بعض الأحيان ويصيبنا القلق منها على الرغم من أن خفقان القلب يمكن أن يكون مقلقا لأنه في الكثير من الأحيان لا يدل على مشكلة صحية معينة لكن ما الذي يسبب هذا الخفقان وما هي المخاطر التي من الممكن أن ترتبط بها نحاول ضيفنا ونسأل كل هذه الأسئلة بعد التقرير هل تشعر بضربات قلبك أو تشعر بأن نبضات القلب تتسابق بسرعة كبيرة هكذا يصف كثير من الناس سرعة دقات القلب بالمعنى الحرفي فخفقان القلب هذا هو ببساطة الشعور بضربات القلب وفق ما يؤكد الأطباء وعلى الرغم من أن سرعة ضربات القلب قد تكون أمرا عاديا لدى كثير من الناس إلا أنها قد تؤشر إلى مشكلة صحية لدى البعض وتعد إنذارا يتطلب التوجه للطبيب لأخذ الاستشارة منه طبيا يشكل الإحساس المستمر بزيادة خفقان القلب جرس الإنذار لوجود مشكلة متعلقة بوظيفة القلب وقد تسبق هذه الزيادة بضرباته تغيرات سلبية تطرأ على صحة الإنسان مثل ضيق التنفس والتعب والإجهاد ويقول الأطباء إن العوامل العاطفية كالقلق وقلة النوم تؤثر على معدل ضربات القلب لكن أمراضا كثيرة وأدوية مختلفة قد تسبب أيضا خفقان القلب بشدة ووفق جمعية القلب البريطانية يمكن أن يكون خفقان القلب مخيفا لكنه ليس خطيرا ومع ذلك فإن طلب الرعاية الطبية أمر ضروري لتفادي أي مضاعفات ناجمة عنه من الشارقة معنا اختصاصي أمراض القلب الدكتور وسام وحيد خليل صبح كله بالخير وأهله وسهله فيك معنا اليوم يا دكتور دكتور أي شيء يختص بالقلب إحنا دايما قلقين منه تلاقي الواحد أول ما يحس مثلا بنغزات بخفقان في القلب على طول يعني يبدأ يصيبه وسواس ويبدأ قلبي قلبي أنا فيني شيء أكيد أنا عندي بيصلي جلطة بيصلي حاشة وإذا ما راح للدكتور ركض يعني خفقان القلب هذا هل هو فعلا قد يكون دلالة على شيء خطير خليني في الأول بس أعرف ما هو خفقان القلب طيب أوكي عرف إحنا الطبيعي أن ضربات القلب لها سرعة ونمط معين بمعنى أن القلب بينبض حوالي 60 نبضة في العادي في المريض اللي هو أترست أو هو مرتاح مش بيعمل أي مجهود بينبض حوالي 60 نبضة في الدقيقة النبضات دي بنسميها أنها منضبطة بمعنى أنها الفارق ما بين كل نبضة والتانية ثابت زي قرب الساعة كده بالزرعة طيب فيه فارق معين بين نبضة ونبضة يعني فيه تقدير مثلا ثانية خلينا نقول نصف ثانية فيه عادة شيء يعني مدة محسوبة بين كل نبضة ونبضة المفروض تكون مشترك فيها كل الناس ولا يختلف من شخص لشخص؟ ليها رينج يعني ليها رقم معين اسمه النورمال رينج أو المعدل الطبيعي اللي هو من 60 إلى 100 نبضة في دقيقة ده يعني ما فيه شخص زي التاني خالص ده الرينج اللي كلنا بيبقى فيه في وقت الراحة اللي هو ما فيه أي مجهود ما فيه أي توتر ما فيه حاجة تستدعي أن ضربات القلب تبقى أعلى من الرقم ده فمفيش حد زي التاني يعني أنا لو شفت النبضات ممكن ألاقيها 60 ممكن أشوف واحد زميدي جنبي ألاقيه 70 فكلما النبضات بتبقى أعلى شوية كلما الفارق ما بين النبضة والتانية بيبقى أقل شوية والفروق ثواني أو أجزاء من الثانية مش عم نكلم في حاجات أجزاء بسيطة يعني وقت بسيط جدا فزي ما أقول لحضرتك إحنا علشان المريض يقول أنا عندي خفقاني بيحصل اضطراف حاجة من الاتنين يأما في سرعة النبضات أو في النمط بتاع النبضات بمعنى أن يأما القلب بيحصل فيه تصارع أو تباطؤ أو بيحصل عدم انتظام ساعتها المريض بيبدأ يقول أنا حاسس بدربات قلبي لأنه في العادي مش حاسس بيها لأنه هي منتظمة وسبتة لما بيحصل أي تغيير في الحاجتين دول السرعة أو النمط يبدأ المريض يشتكيه لأنه أنا حاسس من فيه حاجة وش مزبوط أيوه عدو هنا يبدأ القلق طيب دكتور يدل على شيء السؤال اللي أنا أظن كثير من الناس ينتظروا الإجابة عليه يدل على شيء لما أبدأ أحس بنبضات قلبي كده بتغيرها أو ليست على طبيعتها بالنسبة للخفقان إحنا بنقسمهم لي أسباب كثيرة جدا بس للتسهيل إحنا هنقسمهم لمدموعتين كبار طيب خفقان مع أن القلب سليم وليس به أي اعتلال وخفقان نتيجة أن فيه اعتلال معين في القلب والسبب الأول اللي هو أن القلب سليم ده في بعض الوقت بيبقى حاجات غير مولئة تماما بمعنى أنه هو أن القلب زي ما نقول كده القلب ضحية فيه تغيير معين في الجسم أو تغييرات خلت أن ضربات القلب تتغير سواء تصرع أو تبطأ طبعا هنتكلم أكتر عن التصرع لأن ده الجزء الأشهر وأنه أكتر أنك تشتك منه وأنه أنا حاسب تصرع في ضربات القلب طيب إيه الحاجات اللي ممكن تستخلي ضربات القلب بتاعك تتصرع حاجات كثيرة جدا أشهرها التوتر اللي هو الاسترس قلة النوم مشروبات اللي زي القهوة والشاي لو المريض بياخد ومشروبات الطاقة أظن يعني مشروبات الطاقة الواحد يسمع جلبه يصير في ذنه من كثر ما ينبض من أهم الأسئلة من أهم الأسئلة اللي بنسألها لأي مريض عنده خفاقان بتشرب مشروبات طاقة باستمرار لأنه بيبقى فيه أحيانا بعض الوقت طلبة بيندهم مذاكرة عندهم حسنايات فمحتاج يسهر فبيتناول مشروبات الطاقة دي بكمية كبيرة جدا فطبعا هي بتسبب خفاقان لأنه هي فيها جرعة كافيين عالية جدا من الحاجات اللي بتعمل برضو خفاقان لو فيه حرارة فيه ارتفاع في الحرارة لو فيه أنيميا أو فقر في الدم لو فيه أدوية معينة فيه أدوية كتير ممكن تعمل خفاقان لو مريض بياخد أدوية زي مثلا أدوية الغدى أدوية الغدى الدراقية لو بياخد أدوية منظمة لضربات القلب دي من أشهر الأحيات اللي بتعمل خفاقان لو مريض عنده حساسية في الصدر وبياخد بخاخات اللي هي الإنهيلرز علشان توسع الشعب الهوائية بتعمل برضو خفاقان طيب دكتور متى تقول للشخص متى تقول للشخص إذا بدأت تشعر بهذه العراض من ناحية دقات القلب على طول توجه إلى الطبيب متى؟ أنا دايما سؤال حكي مهم جدا النقطة دايما الأهم لينا في الخفاقان اللي احنا دايما بنسترس عليها مع المريض إن هل الخفاقان بيجي لك كل يوم ولا بيجي مساء مرة كل أسبوع مرة كل شهر لأن في مرضى بيجي لهم خفاقان كل يوم وممكن يكون متكرر كذا يوم والسؤال الأهم هل مع الخفاقان بيحصل إخماء أو إحساس بدوخة يعني أعراض بداية إخماء ده السؤال ده مهم جدا جدا لأن لو المريض بيحصل له مع الخفاقان دوخة أو لا قدر الله فقد الوعي أو حصل له إخماء مؤقت دي بنسبة لنا على مهم جدا لأنه ده معناه أن الخفاقان شديد جدا بمعنى أنه ضربات القلب بتبقى سريعة جدا أو بيستمر لفترة طويلة وبيعني في الغالب أن فيه اعتلال معين في القلب وساعتها لازم بنبقى إجراءاتنا يعني أكثر أكثر شدة شوية مع المرضى الآخرين يعني إحنا نقول للناس دائما لا تقلقوا على كل شيء لكن في نفس الوقت صحتكم هي أهم شيء عندكم يعني ما يكلفك مشوار زيارة الطبيب أنك أنت تتطمن على نفسك وتتطمن على قلبك وكافة أعضائك سلامة قلبك وقلوبكم جميعا مشاهدين يعطيك ألف عافية دكتور من الشارقة اختصاصي أمراض القلب الدكتور وسام وحيد خليل شكرا لك 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 ش